اليوم بتاع النهاردة هنتعلم ازاي نيوصف ال body shapes او اشكال الجسم في الانجلش الفيديو ده مهم جدا لاي حد ما يعرفش كلمات كتير عن ال body يعني لو انت تعرف بس طول طويل و short و قصير ده مش كفاية عشان تطور لباقة بتاعتك لازم تعرف بدائل ليهم كمان الناس اللي بتقدم في امتحانات دولية زي توفل وال ielts النقط دي هما بياخدوا بالهم منها جدا ال graders او الناس اللي بتصحح لك وفي امتحان ال conversation مثلا بيشوف انت بتستخدم بداية اللفظية قد ايه فمهم جدا انك تتفرج على الفيديو بتاع النهاردة بتاع ال body shapes او اشكال الجسم و يلا بينا نبتدي مع بعض اول كلمة معانا هي كلمة average يعني متوسط لما تحب واحد متوسطا في نفسه كده لا انت لا هو تخين ولا هو رفيع ولا هو طويل ولا هو ساقير ما حاير الناس كلها معاهم وتعبهم average يعني متوسط متوسط في الحجم او في الوزن او كاي؟ average توصف واحد رفيع عندنا طبعا بديل اغلبنا عارفه او كلمة هي thin بس thin كلمة مش حلوة اوي لانها معناها واحد رفيع بمرض عندي بدائل كويسة النهاردة زي مثلا اول بديل slim او slender معناها رشيق حد رشيق رفيع اوي بس مش بمرض وفي نفس الوقت ما تساعلش القصادك slim او slender طيب عندنا كمان skinny بس يتجنبها خالص skinny معناها واحد رفاع اوي جلده على لحمه كده زي ما بيقولوا او bonny bonny يعني معظم جاي من bone العظم فتجنب skinny وبوني within عاوز تتخدم كلمات ما تخليش القصادك يبقى متدايق منك يستخدم slender و slim عندنا بقى الناس اللي بتبقى مليانة شوية تمام؟ يعني لا هو تخين اوي في نفسه ولا هو برضو متوسطا كده هي بطاية في نفسها كده اوكي في الانجلس بنقول الناس اللي هي تبقى مليانة شوية بس بطريقة حلوة لزيزة يعني بنقول chubby او plump فانت لو مش تخين اوي اوكي مليان يعني بطاية في نفسك كده بنقول chubby او plump chubby او plump لو انت بقى تخين عندنا كلمات زي fat انا عارف بس برضو ما انا ما افضلش ان انت تقولها اوكي لانها كلمة برضو بتزاعل الناس اللي اصادك لو انت فعلا انت خين بلاش تقول لحد fat عندي بقى شوية بدايل لك النهاردة زي overweight يعني وزنه زائد شوية overweight overweight او heavy بس برضو تجنب heavy لانها بتزاعل زيها زي fat أو obese obese يعني سامين الكلمة الطبية يبقى fat heavy overweight اللي انا بفضلها we obese دي كلها كلمات عشان تقول على حد تخين يا تخين اوكي ممكن كمان نقول shredded shredded اللي هو معضل ومشرح في نفس الوقت ماشي على ضاية او نظام غذائي وعضلاته باينة جدا مش كبيرة بس اوكي shredded يبقى تانى عندنا muscular hunk bulky shredded the next one طويل احنا عارفين كلنا كلمة tall بس قلتلك في الفيديو النهاردة انا عاوز اتطوار لك اللباقة واديك بدائل عندنا كلمات مستخدمة تانية زي lanky عندنا كلمة كمان زي towering towering اللي بتقول ايه ده الراجل ده بورج في نفسه كده جامل tower اللي هو بورج towering ايه ده عمي he is towering طويل قوي زي البورج يبقى lanky towering تحب توصف الناس الزغيرة في نفسها كده او القسيرة عندي بدائل تانية برضو غير short او small عندي بديل زي petite وده جامل فرنساوي petite 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 بديل جميل ولزيز وما يزهلش اللي صادق فيه كمان الارزام القزم في الانجلش اسمه midget 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 ممكن كمان نقول كلمة dwarf معناها برضو قزم او حد قصير dwarf 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 في الفيديو بتاع النهاردة هتعلمنا كلمات تقدر توصف بيها شكل جسم الانسان عموما وكمان طويل ولا قصير وبدائل ليهم الفيديو دوت مهمة جدا اتعلمت انت فيه بدائل جديدة ومعاني كتير جميلة لو الفيديو عجبك ما تنساش وما تبخلش علينا بانك تشير عشان نوصل لعدد اكبر thank you وخلينا نشوفكم ديما على الخير خوبص Heat وباك شكرا اشترك في رحل